طوفان الأقصى التهديد الذي تواجهه القوات الأمريكية بالأخص في المنطقة يأتي كرد فعل على الدعم اللابحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الإسرائيل لكن تظل فكرة انخراط تلك الفصائل في الصراع بشكل أكبر تأثيرا متوقفة على احتمالات التدخل البري الإسرائيلي في القطاع من ناحية وعلى احتمالات الانخراط العسكري الأمريكي فيه من ناحية أخرى المصالح الأمريكية في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا جعلت واشنطن في حالة تأهب دائم لأن الاستهدافات التي بدأت بالقواعد العسكرية قد تتطور لتشمل مقار السفارات الأمريكية نفسها بصورة تعكس قدرة الفصائل المسلحة على إشاعة حالة من عدم الأمن والاستقرار لدى الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة بصورة دائمة وهو ما يشكل عبء كبير ومرتفع التكلفة على التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة مثل وصول حاملات الطائرات الأمريكية إذنهاور للمنطقة والغواصة النووية أوهاريو الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي تؤكد أن حالة عدم الاستقرار تسيطر على مستقبل دول المنطقة كافة خاصة أن سيناريو انتصار المقاومة الفلسطينية قد يفتح شهية باقي حرقات المقاومة المسلحة في الدول الأخرى مثل حزب الله اللبناني كما أن سيناريو انتصار الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني قد يزيد من حالة الغليان التي تشهدها المنطقة